عودة إلى موضوع الحرب الأوكرانية واستعداد بولندا لتقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا أتحول إلى مراسل أتونت فور نيوز عبد الرحمن عمار من برلين مرحبا بك عبد الرحمن يعني كما أشرنا سابقا كان هناك تفاوت في التصريحات من قبل رئيس الحكومة البولندي والحكومة نفسها ما يمكن أن تقول لنا في هذا الشأن ولماذا كان هذا الارتباك في التصريحات عبد الرحمن؟ والأمور تطورت أكثر أسيل إذ أن بولندا استدعت سفيرة أوكرانيا احتجاجا على تصريحة تينينسكي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحدث عن ما أسمى دول تتظاهر بمساعدة أوكرانيا لكنها لا تفعل ذلك فهم من كلامه بأنه يقصد بولندا خلاف العميق بين البلدين يرتبط بمسألة أساسية وهي الحبوب بعد حضر الحبوب الأوكرانية في الأراضي البولندية والبولنديين يقولون بأن الأوكران يتنكرون لكل الدعم الذي قتم في السابق سواء أو أكثر من مليون لاجئ أوكراني وأيضا الأسلحة هذا التضارب في الأراء الرئيس من جهة يريد أن يقول الأوكرانيين لا تنسوا أننا ندعمكم ولا نفهم كل الأسباب وراء غضبكم وتنتظرون من أكثر من ذلك واليوم جاء رئيس الحكومة ليحاول التقليل من هذه التصريحات والقول بأن الحديث عن الأسلحة من الحقبة السوفيتية والتي نفذت ويقول أيضا لا يمكن أن نقدم أسلحة لأوكرانيا في وقت نحتاج فيها ذلك ويبدو أن هذا التراجع جاء بضغوطات أمريكية وضغوطات غربية لأن توقيته سيسعد أكثر موسكو وبوتين عبد الرحمن هل يمكن أن تؤثر هذه الأحداث وموقف بولندا تحديدا وهذه المواجهات الكلامية والتضارب بين بولندا وأوكرانيا على موقف الناتو بشكل عام من الحرب الأوكرانية ودعمها لكييف لن يؤثر والدليل على ذلك أن رئيس الحكومة حاول التقليل من أهمية التصريحات التي صدرت أمس وقال بأن الدعم سيتواصل بولندا ليست وعدها التي تدعم أوكرانيا هي داخل حلف غربي كبير وخروج وكانت هي أيضا المتحمسة أكثر لتوريد أسلحة هجومية وكانت تنتقد بلدنا كألمانيا على تأخره وسيكون من الخطأ الاستراتيجي لا لبولندا ولا لدول أخرى أوروبية أن تشهد انقسامات في هذه اللحظة والدعم الغربي لكل يعرف أنه ليس فقط لدعم أوكرانيا ولكن أيضا لحماية الغرب ككل ومنه أيضا الأمن القومي البولندي هل سيكون هناك تغيير في موقف بولندا وتعهدها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وأيضا بعد استدعاء السفير الأوكراني هل ستبدي بولندا تعنوتا معينة؟ ولأن الخلاف بدأ بالحبوب هناك لقاء بين وزيري واتصال بين وزيري زراعة البلدين لمحاولة إيجاد حل لذلك في ما يتعلق بالأسلحة فإن الجانبان دخل في حلف دفاعي غربي والقرار بيد واشنطن والقرار بيد بروكسل والجهتين ستمارسان ضغوطات على الطرفين لتفادي التوتر ولحل الخلافات لكي لا يظهر الانقسام إلى الخارج الذي لن يخدم سوى مصالح الروس والرئيس روسيا فلوديمير بوتين عبد الرحمن دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو ما يدور حاليا بين أذربيجان وإقليم كرباخ والانفصاليين الأرمن هناك بداية هل من المتوقع أن يكون هناك خرق للهدنة وعودة لإطلاق النر بين الطرفين؟ كانت هناك الكثير من الهدن في السابق تم خرقها الأمر يرتبط بالتزام الطرفين بما تم التوصل إليه من جهة أقول أرمينيا بأن الاتفاقيات لا تلزمها إذ أنها تتم بين أذربيجان وإليه انفصاليين الأرمن في قرباخ تانيا الأذربيجان تقول بأنها لن تسمح وتتسامح بكل استفزاز ما تصفه إفزاز في المنطقة ربما ستكون هناك تسوية في حال تم الاعتراف بسيادة أذربيجان على قرباخ وأيضا ضمان حقوق الأرمن هناك ربما سيكون أحد المداخل لذلك والأمر لا يتوقف على الطرفين يتوقف أيضا على روسيا التي تنشر قوات حفظ السلام في المنطقة هل ستواصل كما في السابق محاولة تقريب الطرفين علما أنها الآن تنحاز أكثر إلى الطرف الأذري على حساب الأرمن وهو ما يغضب الطرف الآخر يعني أن المسألة مرشحة لتوترات جديدة إذا لم تكن هناك اتفاقات ترضي الطرفين في إطار صفقة رابح رابح هل يمكن أن نقول عبد الرحمن أن هناك سيكون هدوء ثابت في المنطقة أم أن المواجهة يمكن أن تعود يعني لسيما أن هناك أيضا تفاوت في رغبة الأرمن في الإقليم وفي الأرمن في أرمينيا ذاتها الذين يقولون أن على الأرمن المواجهة أو أن يواجه أدربيجان بطريقة مسلحة بالمقابل الحكومة الأرمنية لا تريد التدخل هو مرشح في كل مرة النار المواجهة تشتاعل ولا تقتصر فقط على منطقة قربخ بل تشمل أيضا الدخل الأرمني إذ أن هناك مظاهرات تحمل رئيس البلاد مسؤولية الهزيمة في الحرب السابقة وأيضا الهزيمة الحالية وانتصار موصفة بانتصار أدربيجان مؤخرا وبالتالي فإن إذا لم يكن هناك حل يأخذ بعين الاعتبار انتظارات كل الطرف وحقوق ضمان حقوق الأرمن أيضا في قرباخ وأيضا أن لا تكون هناك تدخلات أجنبية لأن نكون طرف مدعوم من جهة خارجية ربما ينجح الطرفين للالتزام بهدنة بعيدة الأمد والحفاظ على الممرات الإنسانية شكرا لك على كل هذه المعلومات والإحاطة عبد الرحمن عمار مرسل 24 نيوز حدا ثانيا من برلين